بسم الله الرحمن الرحيم إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة وتراكيب متفاوتة في وضوح الدلالة مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال وكنا قد عرضنا لكم في تعريف علم المعاني أنه العلم الذي يدرس مطابقة الكلام لمقتضى الحال وهذا الذي ينهض بالهدف الأساسي من علم البلاغة بشكل عام ومباحث علم البيان أربعة سندرسها تباعا في المحاضرات المقبلة إن شاء الله وهي التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والكناية التشبيه لغة هو التمثيل واستلاحا هو إلحاق أمر بأمر الأمر الأول يسمى مشبه والأمر الثاني يسمى مشبه به فهو إلحاق المشبه بالمشبه به في معنى مشترك أو صفة يشتركان بها ويسمى وجه الشبه عبر أداة من أدوات التشبيه كالكافي وكأن وما في معناه لغرض أو فائدة بلاغية وأركان التشبيه أربعة أيضا هي المشبه والمشبه به ويسميان الطرفين والركن الثالث هو وجه الشبه والرابع هو أداة التشبيه وفائدته هي إيضاح المعنى المقصود مع الإجاز والاختصار إذن له فائدتان الأولى إيضاح المعنى والثانية الإجاز والاختصار في اللف فإذن له فائدتان إيضاح المعنى وإيجاز اللف ذلك لأنه يخرج النفس من الخفي إلى الجليل واضح ومما ليس لها به إلف إلى ما لها به إلف يعني مما لا تألفه إلى ما تألفه أقسام التشبيه تنطلق من ثلاثة اعتبارات الأول اعتبار الطرفين والثاني اعتبار وجه الشبه والثالث اعتبار الأداة فباعتبار الطرفين ينقسم إلى ملفوف ومفروق والملفوف هو اجتماع أكثر من تشبيه بحيث يكون المشبه من التشكيل الأول مع المشبه من التشكيل الثاني في الشطر الأول من البيت والمشبه به في الشطر الثاني من البيت ففي قول الشاعر كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف والحشف البالي شبه قلوب الطير الرطب بالعناب وقلوب الطير اليابسة بالحشف البالي فكانت قلوب الطير في حالة في الحالتين وكانت العناب والحشف البالي مشبه به في الحالتين والمفروق هو أن يكتمل التشكيل التشبيه الأول الخد ورد ويكتمل التشكيل التشبيه الثاني الصدغ غالية وكذلك الثالث الريق خمر وكذلك الرابع الثغر كالدري بمعزل عن اجتماع المشبهات أولا والمشبهات به ثانيا فالخد شبه بالورد والصدغ شبه بالغالية والريق شبه بالخمر والثغر شبه بالدر وباعتبار وجه الشبه ينقسم التشبيه إلى مجمل ومفصل فالمجمل هو ما حذف منه وجه الشبه كقول الشاعر إنما الدنيا كبيت لسجته العنكبوت فوجه الشبه هنا هو الوهن والضعف وقد حذف من النطق ومن اللف وفهمنا من التشبيه أن وجه الشبه هو الوهن والضعف وأنه محذوف المفصل كقول الشاعر أنت بدر حسنا وشمس علو وحسام حزما وبحر نوال فهنا ممدوح الشاعر شبها بأربعة أشياء شبها بالبدر في الحسن هنا وجه الشبه حسنا هذا وجه الشبه في التشبيه الأول وشبها بالشمس في العلو وهذا وجه الشبه في التشكيل الثاني وشبها بالحسام في الحزم وهذا وجه الشبه حزما في التشكيل الثالث وشبها بالبحر في النوال ونوالا هو وجه الشبه في التشكيل الرابع أما باعتبار الأداة فينقسم إلى مؤكد ومرسل فالمؤكد هو ما حذفت منه أداة الشبه كقوله تعالى تمر مر السحاب تمر مر السحاب وهنا التقدير كمر السحاب حذف الكاف الذي هو أداة الشبه والمرسل هو ما ذكرت فيه أداة الشبه كقول الشاعر كأن عيونا نرجس الغض حولنا مداهن در حشوهن عقيق وأداة الشبه هنا هي كأن كما تلاحظون ترجمة نانسي قنقر